كثر الحديث كذلك هذه الأيام كثر الحديث عن صحة رئيس رغم وضوح المعلومات المقدمة والتي مفادها أن الرئيس في مرحلة نقاها وهو يتعافى تدريجيا ليتضح أن الهدف عن الكلام في صحة رئيس ليس بهدف الاطمئنان عليه بقدر ما هو محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في صفوف الشعب الجزائري صحة والرئيس أصبحت هذه الأيام مادة دسمة وسيرة على كل لسان لأناس امتهنوا المتاجرة بالأوهام فهم كالبوم نذر شؤم لا يروجون سوى للهمم والأحزان وفي وقت أراد أعداء الوطن رسم مشهد تراجيدي يصور الجزائر على أنها سفينة من دون ربان كان تحسن صحة الرئيس يوما بعد آخر والسير الحسن لأمور البلاد بمثابة عصى موسى فقطعت الشك بالبرهن الرئيس بوتفليقة الذي يخضع لفترة نقاها بعد فترة العلاج يصهر على متابعة كل صغيرة وكبيرة من أمور البلاد الأمر الذي أفشل كل المخططات التي تهدف للوصول بالجزائر لنفق المظلم وإلى محاولة إعادة الكرة وهذه المرة من باب المرض متى كان من شيم الإسلام التكلم عن الميراث والأب في فراش المرض ولماذا فضل هؤلاء النباحة على الدعاء أم أنهم نجسا للجزائر أعداء إذا كان ظهور الرئيس سيخرس كل الأفواه فصبراً يا أنذار الشؤم فإن الرئيس سيظهر في كل الأحوال ترجمة نانسي قنقر